وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت كثيرا في موقعكم أنكم تقولون وترجحون أن تارك الصلاة كسلا أنه كافر لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر سؤاله ما المقصود بالترك؟ هل المقصود أنه يترك الصلاة تماما أم أنه يكفر من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها متعمدا فما المراد بالترك؟ المراد بالترك عدم الفعل فإذا جاء وقت الصلاة ولم يصلي مع الجماعة أو حتى ولو منفردا فإنه إذا تعمد هذا فإنه يكفر فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى دينه ويتمسك بصلاته وأحكام دينه نعم إذن وفقكم الله من ترك صلاة واحدة متعمدا نعم بارك الله حتى خرج وقتها نعم ترجمة نانسي قنقر